بالتأكيد يعني هذه الأمور كانت مبنية على عدادات مرورية وكل التقاطعات اللي شملت في هذه الحزمة سبقها تخطيط سليم مبني على نصب كاميرات عد مروري يتم احتساب فيها الأحجام المرورية المرة في هذه التقاطعات وأيضا كل تفاصيل الحركة المرورية في المناطق القريبة وعلى هذا الأساس كان هناك تحديد الأسبقيات ومثل ما ذكرت نحن نحتاج أكثر من هذه الحزمة لكن الأسبقية حددت على الحزم سيدي وكل هذه المشاريع تقريبا هل هناك نسبة مئوية لفك الاختناق سيقلل بنسبة مثل 50% أكثر طبعا هذه الحزمة ستشكل إضافة مهمة جدا مثل ما ذكرت في أعداد الجسور وفي إنشاء المحاور الجديدة وبالتالي يخف الازدحام بالنسبة لا تقل عن 60% في مناطق مركزي الكرخ والرصافة لا بد أن يتبحى بعض الإجراءات الإدارية التي تتمثل بنقل الزام السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية من ناحية الوقوف العشوائي وهذا ما ستفعله الكاميرات الحرارية إن شاء الله بمسطل هناك جهد من الأخوة المجوم المديرية المرور وحقيقة هناك تجربة جيدة نشجع عليها كثيرا الآن من خلال نصب بعض الكاميرات الذكية ونأمل أن يجتمع جهد الحكومي معا ليتم إنقاذ بغداد مما عليه الآن ترجمة نانسي قنقر